فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد نعم تشبه بهم قد يكون في عباداتهم أو يكون في عاداتهم الخاصة بهم العادات على قسمين عادات مشتركة مثل لبس النعلين وخلع النعلين المشتركة وعادات خاصة بهم فهذه لا نتشبه بهم فيها مثل هيئة لباسهم وهيئة شعورهم وهيئة مشيتهم وجلوسهم وما أشبه ذلك ترجمة نانسي قنقر